مرحبا بكم أعزائنا طلاب الصف التاسع ونشكركم كثير ع كلماتكم الحلوة والمشجعة وإن شاء الله منكمل مع بعض بقية شرح هذه الفيديوهات نبلش مع بعض اليوم في الوحدة الثالثة بعنوان far from home بعيدا عن البيت بالنسبة لمعاني الكلمات هلأ صرنا عاملين لخمس وحدات كاملين لكل الوحدة كاملة عملنا شرح لكل المعاني الموجودة وكتبنا لكم المعاني أيضا باللغة العربية بتلاقوها طبعا في قوائم التشغيل طيب اليوم كمان رح نشرح بقية أو الجزء الخاص في هذا الدرس رح نعرف عن أنشطة الرحلات والعطل السفر اللي هي وسائل المواصلات هون بقول لنا see the word list on page 74 هاي موجودة وصارت جاهزة عندكم نازلة على القناة لها أكثر من أسبوع As for the grammar شو رح نتعرف على grammar في هذه الوحدة We will discuss together the past continuous and the past simple We will talk about the relative pronouns إذن رح نحكي على past continuous الماضي المستمر والpast simple الماضي البسيط The relative pronouns اللي هو الضمائر الوصل Use of English page 85 رح تكون برضو ضمن يعني ها أول رح يتعلق الموضوع فيها As for the listening part understanding a text about travel problems كتير رح يفيدنا listening هاي المرة لأنه بيحكينا عن فهم نصوص تتعلق بمشاكل السفر Speaking we will ask for information إذا رح نسأل أو رح نطلب معلومات How to ask for information كيف رح نبلش كيف رح نحكي بالحوار طيب بالنسبة للreading We have to understand a text about a solo trip around the world إذن رح نفهم text بجزء reading القراءة رح نقرأ مع بعض text بيحكي عن solo trip يعني رحلة سفر منفريدة Around the world حول العالم في عنا بالنسبة للwriting رح نتعرف كيفية كتابة البلوغ The blog post Viewing and presenting هاي مهارة جديدة اللي هي رح نحكي فيه عن الholidays نحن حكي فيه عن العطال How to ask for information كيف تطلب معلومات We will talk about your country عن مدينتك ودولتك Country Traveling سفر Travel problems مشاكل السفر Charity اللي هي كل الأعمال الخيرية طيب So let's start with lesson 1A Vocabulary and Grammar خلينا مع بعض نستمع لهدولة الجمال After that We will Discuss their meanings in Arabic رح نعرف بعدين معانيهم باللغاء العربية بس خلينا بالبداية نستمع لهاي الكلمات كيفية اللفظ ونركز باللفظ أد ما نقدر نحاول نستمع ونعيد الاستماع عشان نعرف اللفظ الصحيح طيب للأسف لكيو آر مش شغال معانا ولا حتى بالteacher's book طيب خلينا نقرأهم مع بعض Climb a mountain Go for a swim Go for a drive Lie on the beach Sunbathe on the beach Make a trip Pack your bag See the sights Watch the sun rise Watch the sun set Visit relatives طبعا هون يا تاسع في خطأ مطبعي هون الفيل موجودة غلط ننشيلها فهي الكلمة هي Watch Watch the sun rise طيب خلينا أتلع لكم من معاني الكلمات باللغة العربية يلا أوكي يا تاسع المعاني عندنا Climb Climb تسلقة Climb a mountain تسلقاء الجبل طيب عنا Go for a walk أو go for a swim أو go for a drive معناها اذهب للمشي أو للسباحة أو للقيادة Lie on a beach يعني استلقي على الشاطئ Sunbathe on a beach معناها الاستحمام الشمسي على الشاطئ Make a trip معناها قم برحلة Pack your bag يعني حزم الحقيبة See the sights يعني مشاهدة المعالم السياحية Visit relatives يعني زيارة الأقارب وذكروا عنا أيضا Watch the sunrise اللي مشاهدة شروق الشمس Watch the sunset اللي هي غروب الشمس هيا بالنسبة للمعاني So we have learned the meanings or the meanings of these vocabularies in Arabic Now let's go to question number two And we have to look at the amazing moments photos and read the stories Which one is your favorite And say why إذن هلا شو مطلب إنا يا تاسع بدنا نتفرج مع بعض على هادي الصور هادي الصور هي خاصة في section في قسم اسمه amazing moments اللي هي معناها اللحظات المدهشة الرائعة And we have here هون عنا ثلاث قصص So we have three stories here and we have to read them بعد ما نخلص قراءة هذه القصص We have to decide which one is our favorite أي أكتر قصة أنت حبيتها And you have to tell us why خبرنا ليه حبيت هذه القصة So إذن هاي جزء من غلاف مجلة ورح نقرأ مع بعض الأشياء الموجودة هون Amazing moments, photo, competition So هي عبارة عن منافسة بالصور يعني الشاطر اللي برسوا منا صورة أو يعني Yes بتحط لنا صورة من الصور اللي انت بتعملهم Okay and you tell us something about it شو هي المصابقة So this is the competition Send in a photo أو send in a photo of your most amazing holiday moment Where was it? What were you doing? Write a text of no more than 80 words to tell us about it You can win fantastic prizes إذن Send in يعني أرسل صورة انت أخدتها في رحلاتك أثناء رحلاتك ومغامراتك أين كانت? Where was it? يعني إذا أخدت صورة إلك في البترة تكتحكينا It is in Petra What were you doing? مثلا for example You can tell me I was traveling with my parents أنت كنت بتسافر مع أهلك So what were you doing? شو كنت عم تعمل بهاي السورة? Write a text of no more than 80 words بدك تكتبنا يعني فقرة تحت هاي الصورة اللي أنت بدك ترسلها أكثر ممنوع أكثر من 80 كلمة بدك تخبرنا عن هاي الصورة اللي أنت أخدتها وممكن إنك بمشاركتك هاي أنت تربح So you can win fantastic prizes ممكن تحصل على الكثير من الجوائز الرائعة So let's start reading these competition or these competition participations يعني هادي هي المشاركات So we have three participations or three participants ثلاثة متسابقين أول واحد اسم حبيب محسن from New York He took this photo of wild horses and he called it wild horses إذن إجا حبيب محسن وعطعنا هاي الصورة الحلوة لأحسنة البرية وبدي خبرنا يعني هو بدي شارك بالمسابقة حبيب وأخذ هاي الصورة ونزلها وبعتها للمجلة and he has now to tell us something about this picture هلا بدي خبرنا شغلة عن هاي الصورة شو بقول لنا حبيب بقول Last summer we were staying in a hotel in Scotland One evening we went for a drive at about 7 p.m. we were going along a very quiet road I wasn't looking at the countryside I was playing a video game Suddenly my dad stopped the car right in front of us were lots of wild horses they were running straight at our car as they were going past I took this photo it was amazing إذن هذه قصة هاي الصورة شو حكانا حبيب بقول لنا حبيب من نيويورك إنه في الصيف الماضي كنا قاعدين في فندق في سكوتلندا في أحد المساءات أو يعني في أحد الأمسيات رحنا قلنا خلينا نطلع ونخذلنا لفة بهالسيارة حوالي ساعة 7 p.m. مساءً كنا عم نمشي في طريق كتير هادية هو ما كان عم بتطلع على الريف على الكونتري سايد هو كان فعليا مش فاضي ماسك وبتطلع بلعبها الفيديو جيم زي أغلب الأطفال فجأة إجي أبوي ووقف السيارة هناك كان قدامنا الكثير من الأحسنة البرية تمام وكانوا فعليا عم بركضوا يعني باتجاهنا باتجاه السيارة مباشرة نحو سيارتنا ولما إجوا مروا بجمنا يعني going past يعني لما إجوا مروا جمنا رحت وأخذت لهم هاي الصورة وهذه الصورة كثير رائعة فعليا طيب let's go to another participant المشارك الثاني اسمه فادي جباري from London فادي جباري from London بيحكينا عن هذه الصورة اللي أخذها بسمها swimming in the rain كيف أنت عم تسبح والدنيا عم بتشتي so let's discover the story of this of this photo خلينا نشوف شو هي قصة هذه الصورة شو بقول لنا فادي بقول we were sunbathing on a beach in Cornwall I was eating I was eating an icy cream when suddenly it started to rain my parents ran to a cafe but my sister Lama said let's go for a swim we're wet anyway while we were swimming I took this photo the rain stopped and the sun came out we felt great the only problem was that our towels were really wet إذن هون شو بقول لنا فادي جباري from London بقول عن قصة هذه الصورة swimming in the rain بقول نحنا كنا عم نتشمس على الشاطئ في منطقة Cornwall وكان عم بياكل ice cream فجأة صارت تشت الدنيا يجو أهلي أبو أمه ركضوا للكافي عشان يعني من المطر لكن أخته لما قالت له خلينا نروح ونسبح هاينما احنا مبللين مبللين خلينا نروح نسبح فعليا بينما كنا عم نسبح أخذت لها هاي الصورة بعدين إجا المطر توقف طلعت الشمس مرة تانية وشعرنا بشعور رائع لكن المشكلة الوحيدة كانت إنه مناشفنا بشاكيرنا يعني كانت ما زالت شو رطبة كانت لسا مبللة بسبب الرين بسبب المطر طب let's talk about this third and last photo خلينا نحكي أسامة صباحي from Jordan شو بيحكي بيقول an amazing view my family and I and I went hiking in the Donna reserve when we got to the top I stopped and looked at the view it was beautiful I was very tired but I didn't care I felt like I was on top of the world إذا شو بيقول لنا أسامة أسامة بيحكينا عن أحد أعظم المناظر اللي شافها في الأردن بيقول أنا وعيلتي رحنا نعمل hiking في محمية الضانة كل عياتنا بنعرفها لما وصلنا لأعلى القمة في هذه المحمية وقفت صرت أتفرج على هذا المنظر الخرافي كان كثير رائع كنت كثير تعبان tired tired بس خلص ما همني تعب لأني شعرت إني على قمة العالم because of the view because of the beautiful view لأن المنظر كان كثير حلو إذا هاي كانت القصص معانا يا تاسع now if you can go back to the first question that it was which one is your favorite and you have to tell us why طبعا هاي الأسئلة لكم انتو خاصة فيكم يعني for example if you like the first photo what can you say you can say the first photo is my favorite okay because I like horses or because it it made me feel happy and proud to be watching this unique photo or to watch this unique event that happened that you can't see it every day مثلا when you go out like this يعني مش دائما بتشوف انه هي بيمش الأحسن مع بعض هاي أحسن برية so you don't see it every day here about the second photo if you like it مثلا إذا حبيت انت الصورة هاي what can you say يت اصح كيف ممكن تعبر but all I like this second photo because I like to swim in the rain it is something exceptional you know it is something we don't do every day also okay بش ما بنعمل كل يوم not all people like to swim and especially when it is rainy because it sometimes becomes very cold so it is hard to go down into the water and swim مثلا ممكن هيك تحكي because it is hard to do it يعني it is unreasonable to swim when it is raining فشغلة غريبة يعني تجربة حلوة okay exceptional because I like to try it one day مثلا ببساطة because I like to try it one day حاب أجرب هذه التجربة and here maybe you will like this picture which is a photo of Donna Reserve because you love hiking you like to discover mountainous areas مثلا because I like to discover mountainous areas ببساطة بحب أكتشف المناطق الجبلية so that's it for our first lesson هذا كان درسنا الأول يا تاسع نلقاكم إن شاء الله في الدرس الثاني ولرح شوي نعرش فيه على لgrammar here we will talk about the past continuous and the past simple okay بحكم نشكركم أعزان ونلقاكم إن شاء الله next time so don't forget to watch us all the time thank you and have a good day bye bye